هل يمتلك الحزب الديمقراطي رؤية أو حزمة تعديلات معينة من الممكن أن تصل بحل لمشكلة الرواتب التي أصبحت مزمنة في قليم كردستان هل تتوقعون بأنه من الممكن التعديلات التي ممكن أن تقترحها أو يتم تنفيذها ستشكل بوابة لحل دائم لهذا الموضوع بذاتها بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك وقناتك ومشاهديك الكرام والمحترمين وكل عامل أنتم بخير وشعبنا يرفل بالكرامة والعزوة وننتهي من كل مشاكل الموجودة بإذن الله تعالى حضرتك تعرف أنه أزمة الرواتب ومشكلة الموازنة أيضا كانت مزمنة بين الأقليم والمركز وبعد أقرار الموازنة كانت هناك بعض المشكلات التي وضعت داخل الموازنة مع الأسف وهي ما سببت أزمة الرواتب في أقليم كردستان ومنها فقرت أن تكون ربط رواتب الموظفين بالنفقات الفعلية وهذا ما سوف يكون الوفد أعتقد خلال أيام القادمة سيكون وفد من أقليم كردستان الحكومة أقليم كردستان موجود في بغداد من أجل معالجة هذه الفقرة الأساسية أولا ثانيا بالنسبة إلى حين تعديل هذه الفقرة تم الاتفاق مع الحكومة أيضا بإرسال 700 مليار لمدة ثلاثة أشهر من أجل تلبية حاجة الرواتب الموظفين إذن هناك مشكلة وهي مشكلة الفقرة التي ذكرت الجنابك وهي ربط الرواتب الموظفين بالنفقات الفعلية وهناك مقترحات عديدة أيضا سوف يكون لدى الوفد من أجل طرحها للجنة المالية ورئاسة الوزراء من أجل حال هذه المشكلة إن شاء الله خلال أيام قادمة طيب